بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يتذكر الحلقة الرابعة والعشرون منظمة العمل الإسلامي وعلاقتها مع إيران في الوقت الذي كنت مع أسائر أعضاء المنظمة أتفرغ فيه للعمل السياسي في إطار منظمة العمل الإسلامي في إيران كان قائد المنظمة السيد محمد تقي المدرسي يتخذ من المنظمة وسيلة من وسائل عمله ولكنه لم يكن يراهن عليها كثيرا أو يعطيها من وقته أكثر إذ كان منذ أن وصل إلى إيران يخطط للمرجعية في المستقبل البعيد بعد 30-40 سنة يعني ولذلك لم يطرح نفسه كرئيس منظمة العمل وإنما كزعيم لها يشرف عليها من بعيد وقام بتسليم دفة المنظمة في إيران عندما ذهبنا إلى إيران إلى الشيخ محسن الحسيني اللي هو قاسم الأسدي وهو من الجيل المؤسس لحركة المرجعية الأولى ولكنه لم يكن يستطيع استيعاب الإخوة الكوادر وكان يفضل التعامل مع الشباب الصغار الذين يطيعونه وطاعة تامة وعندما كان يكبر هؤلاء الشباب كان يعجز أيضا في التعامل السليم معهم مما أدى إلى خروج كثير من الكوادر القيادية من المنظمة واحدا بعد الآخر وكلما كنا نطرح المشكلة على السيد المدرسي كان يحيل الأمر إلى صديقه القديم الشيخ الحسيني ويرفض إزاحته أو انتخاب شخص آخر مكانه ومع أن المنظمة كانت تعقد مؤتمرات سنوية إلا أنه لم يكن يتم خلالها انتخاب القيادة أو تغيير المسؤولين الكبار وذلك لأن شرعية المنظمة كانت تأتي حسب فكرها السياسي كانت تأتي من الأعلى من مرجع التقليد الذي عين المدير العام الذي هو المدرسي والمدرسة عين الحسيني وليس من الأدنى القواعد يعني عبر الانتخاب وهكذا ظل الشيخ الحسيني يدير المنظمة خلال عقد الثمانينات وانفرد بجناح المنظمة بعد ذلك إلى سقوط صدام عام 2003 حيث توفي سريعا رحمة الله عليه وكان ينسك مع المدرسي في الخطوط العريضة وفي الوقت الذي كانت المنظمة محسوبة على المرجع السيد محمد الشيرازي كان هذا أيضا بعيدا عنها تماما ولا تربطه بأعضاء المنظمة إلا صداقة والتوجيه العام حيث لم تكن استراتيجية المنظمة السياسية والعسكرية تستوحي خطها من فكر وتعاليم الشيرازي الذي مثلا كان يرفض العمليات العسكرية داخل العراق وخاصة التفجيرات الانتحارية وكذلك كان يرفض العلاقة القوية مع إيران ولذلك فقد قرر الشيرازي تأسيس حركة جديدة باسم حركة الجماهير المسلمة عندما ذهب إلى إيران وأخذ يدعو إلى الشورى وانتخاب قادة المنظمة ولكن الخلاف بينه وبين ابن أخته محمد تقيد مدرسي لم يصل إلى حالة التفجر والخلاف الشديد بحيث لم يشعر به الأفراد العاديون وظلوا يحسبون أنفسهم تابعين لشيرازي وهو لا يملك من أمر المنظمة شيئا ونتيجة لوضع المنظمة الداخلي السيئ وخروج الكوادر القدماء منها قام بعض هؤلاء كالشيخ نديم الطائي الحاتمي والسيد عز الدين الفائزي والسيد حسين الطويل والسيد علاء قطب وآخرون بتأسيس حركة جديدة تحت عنوان حركة الفتح الإسلامي والتعامل مع الإيرانيين بصورة مباشرة ومستقلة بعيدا عن المنظمة كما فعل الشيخ جمال الوكيل أيضا الذي انشق عن المنظمة وكان عضوا فيها فأسس حركة أو مجموعة يعني أيضا مستقلة عن المنظمة وعندما عدت إلى إيران سنة 1982 استلمت مسؤولية تحرير جريدة المنظمة العمل الإسلامي وحاولت أن أطبق فيها سياسة إعلامية منفتحة على الآخرين ولكن السيد المدرسي رفض هذه الخطة وكذلك لم يتوانى الشيخ الحسيني من التدخل في كل صغيرة وكبيرة فلم أطق التعامل معهم بتلك الصورة وفضلت عدم الاستدام معهم بالاستقالة من رئاسة التحرير بعد أدة أشهر تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وفي هذا الوقت كان الإيرانيون يعيدون صياغة علاقتهم بالأحزاب العراقية المتعاونة معهم والتي كثرت في تلك الأيام فشكلوا المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وانتدبتني المنظمة مع أعضاء آخرين لأن نمثلها في المجلس وكنت في الحقيقة مترددا جدا من طريقة التعاون مع الإيرانيين وفي الحقيقة لم أكن أرغب كثيرا في دخول المجلس ولكن قبلت تحت الضغط أن أقابل اللجنة الإيرانية المشكلة من مختلف الوزارات الإيرانية حوالي عشرين جهة يعني وزارة ونظمة إيرانية والتي كانت تقرر صلاحية أي عضو للمجلس يعني تختار الأفراد في دخول المجلس وليس باتفاق العراقيين فيما بينهم أن يشكلوا مجلسا وينتخبوا قيادة لا كانت هي إيران الآن استقوت ونظمت أمورها أكثر من بداية يعني وبالتالي قررت أن تؤسس مجلسا وتعين هي من تريد فيه وذهبت وفي نية أن أسمع هذه اللجنة كلاما لا يعجبها حتى تقرر هي استبعادي من المجلس وقد سألوني ما رأيك بالسيد محمد الشرازي فبدأت أمدحه وأذكر فضائله وألمه وجهاده ودوره في الساحة العراقية وسألوني وهذا طبعا لم يكن يعجبهم ذلك وسألوني ما رأيك بتوحيد الإعلام العراقي المعارض بدل ما كل منظمة أو كل حزب وكل فصيل عند جريدة مثلا أن تتوحد هذه الجرائد في جريدة واحدة تمثل المعارضة العراقية فقلت لهم أنه أمر سيء جدا فقالوا حتى لو ارتأى الولي الفقيه يعني هم طبعا يمثلون الولي الفقيه أي الحكومة الإيرانية فقلت لهم نعم غير صحيح ولا بد أن يحافظ كل فصيل على وسيلتي الإعلامية وقد قلت ذلك في وجوه اللجنة الإيرانية المؤلف من حوالي 20 شخصا يمثلون مختلف الوزارات والجهات متعمدا حتى أسقط بالامتحان ولا يقبلوني أضمن في مجلسهم وهذا ما حدث أفوا ما حدث بعد ذلك فحمدت الله تعالى على عدم قبولي في المجلس الأعلى الذي كان يراد له أن يكون إطارا إيرانيا بوجه أراقي بخلاف التجربة السابقة الجيش الثوري الإسلامي لتحرير العراق الذي كنا نناقش فيه الأمور مع مسؤول الحرس الثوري السيد مهدي الهاشمي بنوعا من الاستقلالية والتكافؤ وأتذكر أيضا أني استخرت الله تعالى حول الموضوع قبل أن أذهب إلى لقاء اللجنة المساندة التي تسمى البشتباني بالفارسي لإجراء الامتحان فخرجت هذه الآية وقلنا بطو بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي 36 سورة البقرة ففهمت منها أن لا نتيجة تذكر ستحصل من تأسيس هذا المجلس وهذا ما حدث في الواقع خلال 20 عاما أمضاها أعضاء المجلس في الصراعات الداخلية فيما بينهم ولم يستطيعوا إسقاص الدام أو تغيير النظام في العراق وفي ذلك الوقت سنة 82 كانت الحرب العراقية الإيرانية بدأت تأخذ طابعا عبثيا ودمويا رهيبا وتبادل قصف الصواريخ للمدن يعني وأخذ سيد محمد الشيرازي يدعو سرا في لقاعاته الخاصة إلى إيقاف هذه الحرب يعني خلاف الجو العام الذي كان يدفع باتجاه استمرارها بقيادة الإمام الخمينيا الذي كان يوصل على استمرار تلك الحرب ويقول ويطالب بإيقافها ويقول بأنها تسير في طريق مزدود هذا سيد الشيرازي كان يقول في 82 وبدأ يدعو أعضاء المنظمة للخروج من إيران وفي لقاء خاص معه أخذ الشيرازي ينتقد الإمام الخميني ووصفه بأنه ديكتاتور مما أحدث لدي صدمة كبيرة حيث كنت في ذلك الوقت معجبا جدا جدا بالإمام فقلت للشرازي بجرأة كبيرة إلى درجة الاتهام معولا على حلمه وصدره الواسع رحمة الله عليه قلت له هل أنت مقتنع بذلك يعني بتهجمك على الإمام الخميني أم أن الشيطان قد لعب بعبك يعني بفعل الحسد أو شيء من هذا القبيل فأنت قاعد تنتقد الإمام فضحك رحمه الله وقال لي ستعرف ذلك بعد حين وكانت معظمة العمل الإسلامي في ذلك الوقت قد أصبحت تابعة أو أسيرة للقرار الإيراني بحيث لا تستطيع التفكير باستقلالية أو نظر إلى مصلحة الشعب العراقي أو مصلحة المنظمة وعلاقتها بالعراق وخاصة بعد تبادل القوات العراقية والإيرانية قصف المدن وقد طرحت في أحد المؤتمرات التي عقدتها المنظمة فكرة الدعوة إلى وقف الحرب أو المطالبة بعدم قصف المدن فلم يسمح لي الأخوة بإتمام شرح اقتراحي وطرحت كذلك في مؤتمر آخر بأن النظام العراقي بدأ يبدي مرونة كبيرة في سياساته وعندما وجد أن المعارضة الإسلامية تركز على كفره ومحاربته للدين هذه هي دقيقة الأم الأولى يعني بدأ يتعامل بصورة مغايرة مع القضايا الدينية وبدأ يتبنى وبدأ يصلي صدام حسين مثلا أمام التلفزيون فلماذا لا نكون مرنين معه وندخل في حوار أو تقاطع معين يخدم قضيتنا الدينية كما سيفعل السيد محمد الصدر بعد حين نفس الخطة التي طبقها هذه أنا طرحتها في أواصط الثمانينات ولماذا نربط مصيرنا بمصير الحرب التي قد تنجح وقد تفشل أو تطول إلى ما لا نهاية وكان مثل هذا التفكير يقتضي فك الارتباط التام مع إيران والخروج منها وهذا قرار صعب لم يقرر اتخاذه السيد محمد تقي المدرسي في ذلك الحين المدرسي الذي كان يمسك بالقرار داخل المنظمة في ذلك الحين ورفقه أكتراحي بسرعة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته